اشتركوا في القناة صعب يعني المكتوب من اجل ان يكتشف صعب واحنا عندنا بالنسبة للعقود وصقوق الديون الناس يكتبونها ويأتي المدعى عليه في يوم من الايام ويتهم صاح الممسك بهذه السقوق او بهذه العقود بالتزوير ولا يكتشف هذا التزوير الا المعامل في معامل الامن العام وغيره هي التي تكتشف هذا التزييف بالمراجعات بآلات بأدوات اما اكتشافه بسهولة ويسر فليس كالحفظ في الصدور الحفظ في الصدور اكتشافه سهل اما الكتابة فان اكتشاف التزوير والخلل فيها من الصعب بالنسبة للانسان وهناك امثلة على التزييف في الكتابة بالنسبة لهذا الفرعون رمسيس التاني كان مغرم ب انه يعني يبقى له شن ورن كما يقولون مغرم بهذا فأمر بمسح المكتوب على الآثار بالنسبة لوقائع حربية هذه الوقائع لم يكن هو القائد فيها وانما كان القائد غير رمسيستان لكنه نسب هذه الوقائع الى نفسه ومسحها بالنسبة للاخرين هذا لم يكتشف الا في العصر الحديد بعد ما جئ الحملة الفرنسية على مصر وحل الغاز حجر رشيد في اللغة الهيروغلوفية وجدوا ان فعل رمسيس كان تزييفا للتاريخ ولم يكن تدوينا وتوثيقا للتاريخ كذلك ايضا في العصر القريب مش رمسيس بقى نابليون بونابرت نابليون بونابرت كان يهمه ان يتملك العالم فحارب في الشرق وحارب في الغرب وما الى ذلك وابقى العدو اللدود بالنسبة له انجلترا بريطانيا الانجليز ابقاهم لآخر الامر لانه كان يرى انه هجومه على البلاد البريطانية يعني كشربة ماء كما يقول فابقاها للاخر تفضل للنهاية وما الى ذلك لما ذهب الى روسيا عملوه بالطريقة التي تسمى الارض المحروقة ومعنى الارض المحروقة انهم يعني يعسكروا في مكان ويتحصنوا فيه ويسيبوه وبعد فترة من الفترات يحرقون هذه الاماكن ويذهبون الى اماكن اخرى فالجيش الجاي الغريب الجيش المغير الجيش المهاجم ينتقل من مكان الى مكان ويختلف الطقس من مكان الى مكان تطول خطوط الامدادات والتموين فيقل المأكل ويقل المشرب ويصبح في ضائقة من ناحية اخرى تنتابهم الامراض التي تأتي بتغير الطقس من مكان الى مكان وبناء عليه تبقى الطبيعة كأنها تحارب نيابة عنهم فالروس عملوا معه هكذا حتى يعني رجع يعني بخفة حنين رجع خائبا مدحورا لم يصل الى ما يريد ومع هذا سك عملة من العملات المعدنية سك عملة ذهبية عملة فضية عملة برونزية العملات المختلفة سك عملة بمناسبة دخول نابليون لندن يعني معناها قبل ما يروح لندن لانه كان يرى ان الاستيلاء على بلاد الانجليز مثل شربة المية كما قلنا فكان يرى فمن اجل هذا كتب وهو على تمام الثقة هذه العملة التذكارية ان نابليون نزل لندن بمناسبة نزوله لندن بتاريخ كذا ايضا لم تكتشف هذه الا بايه الا بما هو معروف بين الناس والذي كان معروفا بين الناس انه طوف ببلاد العالم ولم يدخل لندن ولم يدخل انجلترا وبالتالي المكتوب اللي موجود في هذه العملة كذب زور ادعاء تزييف هذا التزييف لم يكتشف الا بالمحفوظ عند الناس يعني المحفوظ عند الناس هو الذي بيان لنا ان هذه فرية وليست حقيقة من الحقائق فبناء على هذا بنقول ان الكتابة مرحلتها تأتي تالية بعد الحفظ في الصدور والحفظ في الصدور اولا اولا زي ما قلنا بالنسبة له انه الاصل في التعامل بين النهس ثانيا قلنا يسهل اكتشاف الخلل في الحفظ في الصدور من ناحية تالتة الحفظ في الصدور عام لكل الناس اما الكتابة فليس لها طبع العموم بمعنى ايه كل انسان في هذا الكون يستطيع ان يحفظ سواء كان يحفظ سريع يحفظ جيد او يحفظ غير ذلك لكنه يستطيع ان يحفظ والانسان قد يحفظ اشياء في موضوع معين ولا يحفظ اشياء في مواضيع اخرى فيها لكن المهم انه يحفظ شيئا ما فالانسان يستطيع زي ما قلنا اي انسان ان يحفظ ما يسمع او ان يحفظ ما يشاهد يمكنه ان يحفظ هذا فبالتالي الحفظ عام في الاشخاص عام في الاحوال ايضا عام في الاحوال بمعنى ايه انا استطيع ان احفظ في حالة الصحة وفي حالة المرض وان كان درجة الحفظ تختلف لكن استطيع ان احفظ في هذا الوقت وفي ذاك الوقت فبناء عليه الحفظ في الصدور عام في كل الاحوال وفي جميع الاشخاص الصغير يحفظ الكبير يحفظ الرجل يحفظ المرأة تحفظ العام الذي لا يكتب ولم يتعلم يستطيع ان يحفظ ونحن نشاهد ونسمع ونعلم عديدا من الاميين في الريف يحفظون المواويل ويحفظون المدائح ويحفظون بعض المواقف التي قد لا يحفظها الاخرون فبالتالي نقول هذا عام في الجميع كذلك الضرير الكفيف الأعمى الأعمى يسمع ولا يكتب وبناء عليه يمكنه أن يحفظ وبالطبع الأعمى كان موجود قبل اختراع طريقة برايل وفي طريقه هو لا يحفظ ببرايل بمقدار ما يحفظ بالاستماع والإنصاط إلى الآخرين فالحفظ بناء عليه هو الأصل والأساس من أجل هذا المعنى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بحفظ ما يسمعون يعني لما يجي له حد أو يقول شيء مهم يقول لهم احفظوا احفظوا الذي أقوله لكم وأخبروا من وراءكم يعني في حجة الوداع مشهور خطبة حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام في كل ما قاله بالنسبة لخطف حق خطبة الوداع قال كل موقف من المواقف ألا هل بلغت اللهم فاشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب هكذا كان يقول فيه جالوا وفد عبد القيس قبيلة من القبائل العربية جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا وعلمهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن وثم قال لهم تعلموا ذلك اذكروا ذلك احفظوا ذلك وأخبروا من وراءكم يعني إذا ذهبتم إلى قبيلتكم قولوا هذا الكلام لتلك القبيلة فبنقول أن مسألة الحفظ في الصدور هو الأصل والأساس والنبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على أن يستخدم أصحابه أصحابه ذاكرتهم وحفظهم وينمون هذه الذاكرة وتلك الحافظة والصحابه والحمد لله كانوا على أحسن الأحوال في حفظ ما يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور وحتى ندرك إلى أي مدى كان الصحابه يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما كان طبعا فائق الاهتمام بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بأحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يروي طبعا عدد كبير من الأحاديث عبد الله ابن عمر فهو بيروي لنا الحديث الذي نعرفه جميعا بنيا الإسلام على على خمس شهد لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت ومن استطاع إليه سبيل عبد الله ابن عمر في بعض رواياته لهذا الحديث يقول فما أدري أذكر صوم رمضان أولا أو ذكر الحج قبل صوم رمضان يعني في ترتيب الكلام واستماعه لهذا الكلام على الترتيب الذي رتبه النبي عليه الصلاة والسلام هل قال وحج البيت وصوم رمضان أو قال صوم رمضان وحج البيت فالنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا كان حريصا على أن أصحابه يستخدمون الذاكرة الحفظ في الصدور الحفظ عن ظهر غيب والصحابة ضربوا الأروع الأمثلة في قوة الحافظة وقوة الذاكرة وقد قلت في بعض دروس السابقة كيف كان الصحابة يرجعوا بعضهم إلى بعض يسأله عما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة من المسائل مثل سؤال عمر بن خطا سؤال أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن ميراث الجدة من الأم أم الأم سأل من حوله من الصحابة ماذا يحفظونه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب سأل في أكثر مواقع عمر عثمان علي بن أبي طالب كلهم كان يسأل بعضهم بعضا ويرجعوا بعضهم إلى بعض لتذكري حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنتذكر أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه الذي استضاف النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة في أول الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام نزل في بيت أبي أيوب الأنصاري أبو أيوب الأنصاري سمع حديثا من النبي عليه الصلاة والسلام وكان وكان معه عقبة ابن عامر مقام عقبة ابن عامر ابن عامر أو المسجد اللي موجود فيه ضريح عقبة ابن عامر معروف في القرافة فأبو أيوب يعلم الحديث ويعلم أن الذي سمعه معه عقبة ابن عامر بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو أيوب تردد في بعض ألفاظ الحديث فاشترى راحلة اشترى الكوبة ناقب وجاء بها ركبها وجاء بها جاء بها إلى مصر لأن عقبة ابن عامر كان في مصر بعد فتح مصر وأبو أيوب كان موجودا بالمدينة المنورة وجاء لم يعرف بيت عقبة فدخل على الأمير مسلمة ابن مخلد الأنصاري رضي الله عنه وكان أميرا على مصر في ذاك الوقت وقال له عن بيت عقبة ابن عامر فأرسل معه من يدله على بيت عقبة ذهب إلى بيت عقبة ورح فلما نزل طبعا قبله باشتياق لأن طبعا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعدين قال له أنا لم أتي لغرض من الأغراض إلا حديث حديث سمعته أنا وأنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستر المسلم قال له نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة على مسلم فكأنما أحيا موؤودة من ستر عورة على مسلم فكأنما أحيا موؤودة قال لك شكر الله لك واح سمع الحديث مرة تانية تأكد من نص الحديث وقفل راجعا إلى المدينة المنورة دون أن يذهب إلى هنا وإلى هنا وبعدين مسلم ابن مخلد كان بيرى أن أبا أيوب ضيف على مصر فلازم يعطيه يعني تحية فأعد له جائزة بحسوا عنه فلم يدركوه إلا قرب العريش كده يعني في البلاد المصرية من أواخرها لأنه ويريد طبعا للذهاب إلى المدينة المنورة كما قلت